نبقى أو إلى ولاية معسكر الآن حيث أكد مدير الصحة لولاية معسكر عبد الكريم محمد الحبيب أن جميع الحالات المرضية بالمؤسسة الاستشفائية غريس تم التكفل بها وتحويلها إلى مستشفى معسكر بعد تساربات المأيرة غمرت المستشفى التفاصيل في ميكروفون كمال بوعز عبيت بالأمس خرجنا المرضى بالكانوي تعلب البروتيكسون سيفيل خرجنا 236 مريض بهم بالقارد مالذي كانوا معهم وخرجناهم في الكنوي جدنا 20 أمبولنس تعلق الصحة كل مستشفى وزلنا للبروتيكسون سيفيل عوناتنا بالأمبولنس تواحى عشرة على الأمبولنس كانوا عنا كلهم 30 أمبولنس لي خرجنا المرضى اللي كانوا عندهم المرض مشي قوي بزاف باتولوجي تعلق الصحة رسلناهم المنازل تحهم بدماء الأمبال تعلقنا نحلوه إن شاء الله وكانوا عنا 33 أمبولنس في حالة حطيرة رفضناهم ودينهم لمعسكر الزوبيتو توانا زوجت على الزوبيتو عنا واحد متكلب باللسيرجنس للأشيروجي والأخورتاني بالأشيروجي إلى متسين وعن سبب تسرب المياه للمؤسسة العمومية الاستشفائية غريس يعود حسب سلطات البلدية الارتفاع من سوب المياه المحاضية للمستشفى وكذا مركز التكوين المهني ضفتان إلى تموقع هذين المركزين في منحضر لاحظنا باللواد قعدنا في حالة تعرقب من هذه الساعة حتى للساعة الوحيدة صباحاً يعني أولاً تسرب الماء في متوسطة أولاً بجانب الواد يعني قمنا يعني مع الفرقة تعنات على البلدية يعني كانوا في حالة تعرقب يعني قسوة جبنا يعني الماتيريال تعنا عنا الكهاز عنا الشارجير عمرنا هذو كل الفتحات اللي كانوا في جانب الواد باش ما يجيش يتسرب الواد داخل المتوسطة يعني والحمد لله يعني قضينا على هذك الأمر ومن بعدها يعني بدال الواد يزيد يطلع من جهة أخرى نحل يعني في على دو كيلومات على المجرة على الغريس